تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها في مدينة رفح المكدسة بالنزحين البالغ عددهم 1.4 مليون فلسطينية هذا وقد بدأ لكثير من الفلسطينين بمغادرة الخيم في رفح فيما اتجه آخرون إلى شمال القطاع مع مواصلة القوات الإسرائيلية تصعيدها في مدينة رفح تزداد الأمور تعقيداً لا سيما وأن المدينة باتت مكدسة بالنزحين الذين قارب عددهم المليون ونصف المليون فلسطيني نزح غالبيتهم من شمال ووسط قطاع غزة بعد أن أكبرتهم إسرائيل على التوجه إلى الجنوب ورغم التحذيرات الأممية من حدوث إبادة جماعية إذا أقدمت قوات الاحتلال على قصف رفح وبالتزامن مع الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق نار مستدام نظراً لصعوبة الأوضاع في المدينة إلا أن إسرائيل تواصل قصف المدنيين بلا هودة من جانبه حذر منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين كريفيس من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة داعياً إسرائيل إلى عدم الاستمرار في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وفي المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع المحاصر بدأ الكثير من الفلسطينيين بمغادرة خيامهم وجمع أمتعتهم فيما اتجه آخرون إلى شمال القطاع مع أمتعتهم التي تكدست على أسطح سياراتهم المشاهد تتكرر وتعاد مرة أخرى ولكن هذه المرة من القنوب إلى الشمال رحلة محفوفة بالمخاطر يقبر عليها النازحون مرة أخرى حاملين أطفالهم وأمتعتهم على ظهورهم ورغم ادعاءات إسرائيل بتوفير ممرات آمنة لهؤلاء الفلسطينيين إلا أن الكثير تعرض لإطلاق نار خلال رحلة النزوح الأولى مما أصفر عن استشهاد أسر وعائلات بأكملها وتزداد المخاوف بين الفلسطينيين بأن تتكرر تلك المشاهد مرة أخرى وتزداد المخاوف بين الفلسطينيين بأن تتكرر تلك المشاهد مرة أخرى